يراقب العالم بحذر ما تشهده أفغانستان ومستقبلها فهل ستعود لتكون الملاذة الآمنة للجماعات الإرهابية؟ أم ستتخذ إجراءات طمأنة للعالم يدفع دوله للاعتراف به كحكومة معترف بها وممثل شرعي للأفغان؟ الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة في أفغانستان مشدداً على أن ذلك لا يعني الاعتراف بحركة طالبان التي سيطرت على العاصمة كابل خاصة أنه على اعتبار أن مستقبل أفغانستان مسألة مهمة تؤثر بشكل مباشر في الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم وفي مقابل الموقف الأوروبي قال المتحدث باسم حركة طالبان إن الإعلان عن حكومة في البلاد سيجري عما قريب واستتضارب في المواقف الدولية بشأن تعامل مع السلطة المقبلة وترى بعض الدول أن الطالبان صارت واقعاً ووضعاً قائماً على الأرض ومن ثم فلا غنان عن التعامل معها لكن عدة عواصم غربية تربط التعامل مع الحركة بحصول تحول في نهج طالبان لسيما في ملف حقوق الإنسان وتواجه طالبان تحديات عدة في تشكيل الحكومة الجديدة أبرزها الأزمة الاقتصادية الحالكة التي تمر بها البلاد وكادت تصل إلى حد الانهيار الكامل وكذلك عدم قدرة الحركة على التوصل إلى توافق سياسي حول الأسماء المقترحة وبالتزامن مع التكهنات بشأن خطة طالبان لحكومتها الجديدة نظمت أفغانيات مظاهرات حاشدة للمطالبة بالتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة خاصة أن التحركات على الأرض تعكس تناقدا فيما أعلنته طالبان بعد سيطرتها على الحكم بشأن استماح للنساء بالعمل لكن الأمر بدأ يتقلص تدريجيا وهو ما يشعر النساء الأفغانيات بالخطر لينتظر الجميع السؤال إلى أين ستذهب أفغانستان تحت حكم طالبان وهو السؤال الذي ستجيب عنه الأيام القادمة اشتركوا في القناة